أزمة متفاقمة في شبكة الصرف الصحي تشهدها بعض مديرية العاصمة المؤقتة عدن بعد انتشارها في الشوارع الرئيسية والفرعية أدت إلى عرقلة حياة السكان ناهيك عن تسببها بانتشار الأمراض والأوبئة الصلاحة حاصرت نحن كثير نحن معنا أطفال مش قادرين نخرجهم ولا نخرج ولا شيء بتوقف اليوم بتنشف ثلاثة يوم بترقع بعد ثلاثة يوم ولا حد استقيب أقل محافظ لا هنا ولا حرك ساكن حكومة ساكتة عننا هنا مدير مديرية منسال علىنا هنا زي ما انتشايف البلعة للحافة الثانية وللحافة الآن حاصرت نحن من كل مكان يمكننا شوية منقدرش نخرج من داخل الحافة هنا في مديرية المنصورة لا يختلف الحال عن مديرية دار سعد فالوضع لا يزال في تفاقم مستمر نتيجة انسداد قنوات الصرف الصحي وطفح المجاري أمام المنازل والمحلات التقارية وهو ما أثار شكاو المواطنين وتخوفهم من أمراض محتملة خاصة مع انتشار حم الظنك وعودة وباء الكيرة إلى المحافظة والله قيدت شغلنا وقيدت الناس ونزحوا أسار وقابت للناس الأوبئة والأمراض وجميع البلاء يعني إلى داخل البيوت وقبل فترة اختلطت مع المياه الصحية المجاري مع المياه الصحية ما فيش واعي درجة انه أشياء ملابس ويرموها في المجاري السبب اللي فيه معنا المضخات هذه تمسك هذه الأشياء وتعملها توقيفها وهذا أول سبب وفيه أسباب أخرى برضو الشبكات ضعيفة جدا الشبكات ضعيفة وضغط السكان كبر هذا سبب أنه الطفح المجاري لا حلول قذرية لهذه الأزمة القديمة المتجددة في ظل عقز الجهات المعنية عن مواقهة المشكلة والحد منها على الرغم من محاولة مؤسسة المياه والصرف الصحي تنفيذ بعض المعالجات للمشكلة المتكررة في المدينة غير أن هذه المساعي تصطدم دوما بمشاكل ضعف الشبكة العامة وقلة الإمكانيات أدي بل جناني قناة بلقيس عدم